اللاعب الثاني وهو ليه أرقام مميزة جداً يمكن الناس ركزت بس عليه على آخر ماتش لكنه هو بيقدم بطولة جيدة جداً آخر ماتش بتاع الوداد محمد ماجدي أفشا محمد ماجدي أفشا في أرقامه فيه 3 حاجات بتبين أنه هو عامل بطولة جيدة جداً أكتر لاعب عامل محاولات على المارم أكتر لاعب في النادي الأهلي بيروح على الجون في دورة أبطال أفريقيا هو ماجدي أفشا بيمتلك 2.7 محاولة على المارم يعني تقريباً 3 محاولات في كل ماتش بيلعبه أي تمام؟ أكتر لاعب عندك اللاعب رقم 2 وتأتي في الأهلي ولا دي مش موجودة معنا معايا بس مش معايا دلوقتي ممكن نجيبها دلوقتي طيب ماشي تاني حاجة أنه هو أكتر لاعب بيمتلك معدل صناعة للفرص في المباراة الوحدة 1.5 فرصة يعني أكتر لاعب بيوصل زميله للجون محمد ماجدي أفشا 1.5 فرصة أكتر لاعب بيروح على الجون محمد ماجدي أفشا 2.7 من 10 أكتر لاعب بيعمل لونج باس يعني تمرير طولي في الماتش 5.7 من 10 تمريرة طولية يعني بسم الله ماشاء الله صنع علعاب كواس جدا بيصنع لك فرص بيروح على الجون بيعمل تمرير طولي إذن تاني اعتبر تاني أهم لاعب في دورة أبطال أفريكا في النادي الأهلي تحديداً هو محمد ماجدي أفش علي معلول برضو ليه رقم مميز كمان إنه هو أكتر لاعب عمل تدخلات انترسبشن عمل تدخلات دفعية في الماتش يعني هو مش هجومي بس هو بيدافع برضو بيعمل انترسبشن كويس 2.3 من عشر في المباراة الوحدة